وصل المملكة العربية السعودية تبرعها وشراكتها الفاعلة والكبيرة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا التي أعلنت مؤخرا توقيع ثلاث اتفاقيات يقدم بمجبهة صندوق السعودي للتنمية 59 مليون دولار لدعم وتمويل المشروعات والبرامج المختلفة للأنروا أهمها في قطاع غزة لتعويض 7500 منزل للمواطنين الفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للضرر الجزئي خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014 كذلك لتمويل عدة مشروعات للأنروا في الضفة الغربية والأردن قامت الأنروا بتوقيع اتفاقية مع صندوق السعودي للتنمية وذلك لتلقي تبرع جديد بقيمة 59 مليون دولار هذه الأموال ستذهب لمصلحة مشاريع تقوم الأنروا عليها في كل من غزة والضفة الغربية والأردن على سبيل المثال هناك مبلغ 43.5 مليون دولار والتي ستذهب أو تذهب حاليا لتغطية نفقات إصلاح منازل التي تضررت في حرب 2014 وخلال السنوات الأخيرة أضحت المملكة بفعل تبرعاتها الكبيرة والمستمرة من أكبر المانحين للهيئة الأممية التي تواجه وما زالت منذ أعوام عجزا ماليا كبيرا في ميزانيتها نتقدم من المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بالشكر الجزيل والامتنان على هذا التبرع الكبير ونتطلع إلى استمرارية هذه العلاقة معه وتواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في ظل هشاشة الأوضاع التي يعيشونها تساهم التبرعات الواسعة والمستدامة من المملكة العربية السعودية للأنروا في زيادة قدرتها على تمويل برامجها الحيوية والتي تهدف إلى تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين محمد بعلوشة الإخبارية قطعو